رسالة أم عجوز إلى ولدها ولدي الحبيب عندما يحل اليوم الذي ستراني فيه عجوزا أرجو أن تتحلى بالصبر وتحاول فهمي ولدي إذا تسخت ثيابي أثناء تناول الطعام إذا لم أستطع أن أرتدي ملابسي بمفردي فتذكر الساعات التي قضيتها لأعلمك تلك الأشياء ولدي الحبيب إذا تحدثت إليك وكررت نفس الكلمات ونفس الحديث آلاف المرات لا تذجر مني لا تقاطعني وأنست إلي وتحمل تكرار أسئلتي فعندما كنت صغيرا يا بني كنت دائما تكرر وتسأل وأنا أجيبك بصدر رحب إلى أن فهمت كل شيء ولدي الحبيب عندما تراني لا أستطيع أن أجري فاعطني الوقت الكافي ولا تنظر إلي بابتسامة ماكرة ساخرة وتذكر أنني الذي علمتك كيف تفعل أشياء كثيرة كيف تأكل كيف ترتدي ملابسك كيف تستحم كيف تواجه الحياة يا بني عندما أفقد ذاكرتي أو أتخبط في حديثي فاعطني الوقت الكافي لأتذكر وإذا لم أستطع لا تفقد أعصابك حتى ولو كان حديثي غير مهم فيجب أن تنسط إلي ولدي الحبيب إذا لم أرغب بالطعام لا ترغمني عليه فعندما أجوع سوف آكله ولدي الحبيب عندما لا أستطيع السير بسبب قدمي المريضة أعطني يدك أعطني يدك بنفس الحب والطريقة التي فعلتها معك لتخطو خطوتك الأولى ولدي الغالي عندما يحين اليوم الذي أقول لك فيه إنني مشتاق للقاء الله لا تحزن ولا تبكي فسوف تفهم في يوم من الأيام ولدي حاول أن تفهم أن عموري الآن قد قارب على الانتهاء وفي يوم من الأيام سوف تكتشف أنه بالرغم من أخطائي فإنني كنت دائما أريد أفضل الأشياء لك وقد حاولت أن أماهد لك جميع الطرق ولدي الحبيب ساعدني على السير ساعدني على تجاوز طريقي بالحب والصبر مثل ما فعلت معك دائما ساعدني يا بني على الوصول إلى النهاية بسلام ولدي الحبيب أتمنى أن لا تشعر بالحزن ولا حتى بالعجز حين تدن وساعتي ولدي وصيتي إليك عند قرب أجلي يجب أن تكون بجانبي وبقربي وتحاول أن تحتويني فإنني بحاجة إليك مثل ما فعلت معك عندما بدأت حياتك يا رب يا عالي الحرام عبدك وتكرّم آه برضاك تكرّم شكرا